السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسام دي هلنا ان شاء الله نقدموا حل الموضوع ديال كيفية الاستفادة من تربية الالانب ومضاعفة الربح من هذا الضومين هاد تربية ديالالالانب سبق لي درس واحد الفيديو من قبل عن طريقة ديال التسويق يعني ممكن انكم تاخدوا هاد تربية ديالالالانب بواحد المنظور اخر وهو انكم تدروا تجارة الحيلة اللي قلت يعني اللي ممكن انكم تستخدموها وممكن ان يكون عندكم واحد دخل قار اما دخل شهري او اسبوعي لما لا يعني هي التجارة يعني يكون عندكم واحد الاقفاص تكونو كتعرفو كيفاش تقلبو الالانب كيفاش يعني كتشريو ما تشيروش الالانب مراض وانكم السر ديال انكم تعيشو الالانب بواحد يعني طريقة رخيصة وهو الخبز الجاف ممكن انهم بتشريوه ممكن انكم اندصب رخيص يكون رخيص جموى نا哈اا قدية ديالالالاقفاص يكون عندكم اقفاص تكونو كاي سعرفو كا تشريو ود Viru الحلبة انها هي اللي كاتت으면 الالانب كان بعض الكومنتر يوافقوني في هذا الرأي وكان قالوا باللي كان بعض الموضن ما عندهمش يعني البيع دي الأراني بالكيلو يعني بالميزان عندهم غي أسواق يعني هاد الناس بغيت نجاوبهم أن ممكن أنكم تديروا هاد الحيلة غي خاص ما يشريوش الآراني بالبلدية علاج لأن الآراني بالبلدية وخا كتتسمن يعني ما كيبانش لحجم ديالها يعني ما كتبانش يعني غادي تضرو في الأسواق غادي تشريو واحد الآرانيب وتعودوه يعني غي تسمين وغادي تعودو فيها البيع ولكن الحيلة اللي قلت لكم أناية أنكم تديروها وهي أنكم تسمنوا يعني تشريو آرانيب في واحد العمر ديال تلت شهور مثلا يكون عندهم تلت شهور وتسمنوهم يعني واحد خمسطاشر يومتر عشرين يومتر شهر قاع يعني وذيك الخبز الجاف والحلبة ماشي ما ديش تحكم غالين ما معلكم إلا أنكم تراقبوهم تراقبو العمل يدي التنظيف دياله أما الناس اللي قال لك اللي ما عندهمش البيع في البلاد دياله بالكيلو أنا كان نصحهم أنها الطريقة هذي راكا تنفع لأن الأرنب في الرومي مشي البلدي الرومي في غضون الشهر راكيبان كيتبدل يعني نبقيتو كتعطيو غي الخبز والحلبة راكي تبدل في الحجم دياله يعني ممكن أنها الطريقة تهي تخدم يعني الناس اللي قال لك اللي ما ما كيتبعش عندهم لحم الأرنب بالكيلو والناس اللي كيتبع عندهم لحم الأرنب بالكيلو را هذي فكرة عظيمة يعني إلا جربتوها إن شاء الله غذي تنفعكم بزاف ممكن أنكم تتخذوا هذا التربية الأرنب كمشيغي هواية وإنما تخذوها كتجارة لماذا؟ يعني تكون عندكم واحد وسيلة التنقل أنكم غذيتمشي وتجيبوه خذت تكون عندكم مثلا غي دراجة نارية ولا دراجة هوائية ديالواحد صنيديق اللور وتقود جمعوا من عند الباعة اللي كي يبيعوا في السوق غي أنكم تجمعوا الأرنب اللي يكونوا خالية من الأمراض يعني باش متعادلش لكم مع أرنب أخرين أنتم ما عندكم وفي نفس الوقت قدروا تكسبوا منهم شي شي أرنب يعني مثلا السلالات ولأولا كان شي حاجة ماشي سلالة يعني مشي شي حاجة مجهدة ممكن أنكم تحترفوا دقيعة البابيون وشانشيلا هذو مهمين أما الأرنب الأخرى ممكن أنكم غي تتسمنوها وتعودوا فيها لبيع لمدة عشرين يوم مثلا الأرنب كي يبان فيها إلا كانت ثلاث شهر عنده وخليته مثلا تاربع شهر را كي يقول لي تبارك الله بايني يعني ما ديش خسروا عليه بزاف دير الفلوس يعني خبز جافو والحلبة هذو را مشي غش ما هو مشي غش وإنما حيلة يعني أنكم تتحاربوا الفقر تتحاربوا البطالة يعني كاي الناس اللي ما عندهمش تجريبا وبغي في الأرنب أو مثلا بغوا الربح السريع يعني ما يخليوش ذك شي حتى يولاد وعاد يعني يبقوا يربيو ممكن أنهم يديروا هذه الحيلة أنهم يشريوا الجاهز لماله أنهم يشريوا الجاهز ويخليوا عندهم واحد الشهر ويعودوا فيه البيع را إن شاء الله يجيب الله تيصير وحتى منين تبدوك تشريوا من عند البائع ممكن أنكم تسولوه على وش مداوين ولا ما مداوينش كينوا الفترات ديال الموت ديالهم وهو شهر ستة وشهر ثمانية هذو كيكونوا من الأحسن ما تشريوش في هذا الشهر لأنك يكون فيهم تسموم الدموي يعني لمشي تسدرسوا لهم ديالي برا يعني تهيكة تكون حسوبة يعني رخيصة في التامانة تدير مثلا شي تسعة درهم الواحد سنتين وإنما ممكن أنكم حتى ذكت تسعة درهم تهيات قصصدوه ويعني حاولوا أنكم تشريو وتبيعوه يعني ماشي إذا بيتوا تكسبوا عادروا الأدوية إذا أنا ديال حلقة ديالنا ديال هالنار كنظن أنني وصل لكم الفكرة أنا المواضيع كالي كان دياله كنحاول أنني نهضر مع الناس البوسطة الفقارة باش يتجاوزوا المرحلة ديال الفقر وديال البطالة ويعني ويكون عندهم واحد فكرة بسيطة ويقدروا أنهم يستثمروا ويكون عندهم واحد الربح ولو بسيط باش يقدروا يقاوموا هاد الفترة المعيشة لأنها في الحق كين الناس اللي لا يحسن العون ما عندهمش يحاولوا ديروا مثل هاد المشاريع وإن شاء الله يكون الخير إذن الناس اللي لا يشاركوش معنا في القناة يشاركوا معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم على التعليق الطيبة ديالكم تكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة